مرحبا بكم في الفيديو على القناة الفيديو ديال هاد النهار is one of your favorites because عافاكم كيعش بكم anything that has to do with English so today الفيديو ديال هادنا نغى يكون all about English five things to do باش to improve your English و باش تحسنوا من تعلم ديالكم اللغة الانجليزية باش نقدروا نهدرو كتر بالانجلي و نكسبرسي او ourselves in English خاصنا الفوكابولاغ يعني كيف ندع الكلمات و les expressions و كنعرفوا شنو المعنى ديالهم باش كل كنتكست نخدمو فيه داك الكلمة اللي داخلها فيه كينا الطريقة اللي قلتها لكم داجا في الفيديو اللولاني ديالي لابعتوا تشوفوها نخليه لكم هنا باش تمشي و تشاكيوه و هادر كتر على كيفاش انا تعلمت الانجلي بات من غير قلت لكم داك الطريقة اللي هي انكم تفرجو في تي في شوز موفيز يوتيوب فيديوز راديو يعني اي حاجة بلانجلي هادي طابعة الحال خاصكم تديروها و غا تعاونكم بزاف باش جمعوا الفوكابولاغ طابعة الحال في الول غا تكونوا كتشوفوهم بالسبتايتلز يعني الترجمة غادي تكون لتحت بالعربية و شوية بشوية شهور على شهور غادي تقدرو تدوزوا الانجليش سبتايتلز باش هكاي غادي تحسنوا و لكل كلمة كتسمعوها مزيان و كتفهموها و كتقلبو عليها دائما و متو ما كتفرجو خليو عندكم واحد لاجندة اللي غا تكون خاصة بالتعلوم ديالكم بالانجلي يعني غا تحلوها فيها everything that you know و everything اللي تعلبتوه فوالا كتسمعو الكلمة كتكسبوها كتديرو الشرح ديالها شنا هو و طابعة الحال واللي مهم 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 هو تديرو an example تديروها كexample و تكتبو شي sentence يعني شي جملة من الخيال ديالكم شي حاجة اللي relate to you شي حاجة اللي انتو ما غا تخليكم تعقلوا على ذاك الكلمة فنا غادي تكون شي حاجة اللي عندها علاقة بينهم فور اكزامبل اسمعنا كلمة trouble قلبنا عليها عرفنا trouble means مشكلة او لا شي حاجة الحالكة هندير لتحث example و غا نكتب شي حاجة مثلا like i got in so much trouble when i broke my mother's phone فور اكزامبل يعني وقعت في مشكلة كبيرة من اللي هرزت تليفون تعماما ما قدرتوش تقدو جملة ماشي مشكل انكم تمشيوا الجوجل وتقلبو كيفاش تكتبو هاد الكلمة مثلا ويعطيكم هو examples وكتوليو المرة الجاية عارفين شنو هي و اللي سمعتوها كتعارفو شنو كتاني وسيختو كتعارفو ال context مين كتستعمل الكتوبة very 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 زعمام زيانين وهنا by the way يعني مش يدروا يكون عندكم كتاب هاكاية تقدرووا تدخلو ال application او لا عندهم حكي يخدموا يعني حتى فلوسيت فلبيسي whatpad وهو يعني انسيت لي كيكون فيه قصص روايات ديال الناس اللي كتبوهم وكتختاروا شي واحد على حسب انتو ما what you like وتبدو تقرا فيه وكلك لما بدلكم انت غيسان تبغيتو تعرفوها كتبوها وبطبيعة الحال translated يعني ديروا لها الترجمة ديالها وابخي ال example وغا تكونوا ناضية شوية على شوية الفوكابيولاغ ديالكم غا يبضي كبر وكما قتلكم قبل غا توصلوا المرحلة فين غا تولي وتشوفوا ذاك الشي مثلا تفرجوا في شي حاجة وديروا الترجمة تحت بلانجلي هادي غا تساعدكم على انه تعرفوا كيفاش كتكتب الحاجة انا دابا اللي اقدر منزحكم قبل ما ندوز ال next thing هو ما تستخسيوش بزافه about الconjugaison و la grammar الحقاش في الانجلي راح ماشي الحال الفرنسي مشوش تبقوا تقلبوا بزاف على العمار و verbe كدا و verbe كدا و past tense past simple انا ما عارفاش قادك الشي فقط أعلم كيف تتحدث و كيف تتحدث و أعلم انا انا لا أعلم عن العلم لأنني أشعر أنك ستستخدمكم كثيرا و لا تعلمكم ينسوغم جيدا أنكم تعرفوها غير تعرفوها بطريقة صحيحة و لا تبدو مستخدمين معها و كيف تزيدون الفوكابي لغتها لكم كان واحد لغتها اسمي سكريبل اي احبه كان دوز به الوقت كامل ما هو سكريبل؟ فهي واحد للعبة التي أخذتكم واحد الكلمة بلانجلي فأنتم لا ترسموا ذلك الكلمة لكي يشاهدوها و يقاسبوها يقلعوها و يكتبوها لكي تحسيب لهم صحيحة هي طريقة فن تحسيب برسكم تلعبوا أممتم ثم تعلموا مثلا كتبوا كلمة عندها ذلك يبدأ هو يرسمها لا تكون عارفها بلانجلي ثم من بعد يعطوك هذه الكلمة التي ترسمها تدير وحدها مع وحدها و تقول آسو هادي تعني هادي و هادي تعلمتي و بطريقة لي هي مسلية تحسيب بلانجلي تحسيب بلانجلي تحسيب بلانجلي لا نستطيع أن نزيده معها لأن هذا يجب أن يكون ضروري أنا فوق ما كنت أريد أن تعلم شيء ضروري كنت أريد دفتار خاص كنت أقرأ كنت أريد دفتار خاص كنت أريد دفتار خاص إذا أخذنا نزيد كنت أريد دفتار خاص كنت أريد دفتار خاص سأأتي لكم شيء صعيب شيء غريب و لا أريد دخلكم للأرأس لا تتكلم هنا ما يمكن أن نقول لكم ستحتاجوا بوستيت نوت هذا كل مرة كانت لديكم شيء كلمة عجيبة جملة لا أريد دخلكم للأرأس سأتكتبوها هنا وسأضعها في بلانجلي مثلا المرايات الحمام ولا تضعها في بلانجلي مثلا سمعنا الكلمة كابنت و قلنا قلبنا عليها القناة مثلا مثلا سأتكلم الخيزانة الخيزانة المصاوبين من الخشب سأأخذوا البوستيت سأكتبوا فيها هذه الجملة و ماذا تعني وسأضعها في الكزينة وهكا فوق ما ندخلوا الكزينة سأرى الكتشين كابنت سأتكلم هكا هي سأتكلمتوا شيئا فهذه الطريقة هي مفيدة نصحكم كاملة حسنا سأتكلمتوا 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 كما تستخدمتها سأتكلمتوا مع مرور الزامن سأتكلمتوا الفوق دائما التاريخ سأتكلمتوا لأيام الأسبوع ما هو دروس التاريخ الساعة سأتكلمتوا في جوجل طبعوت سأتكلمتوا سأتكلمتوا الأعوام ثم تضربتوا أربعة الحاجات تبقى واحدة ومن بعد التاريخ سأتكلمتوا مثلا ما هو شيئا ما حدثت اليوم وهكا تبقى تكتبوا لا يجب أن تكتبوا ذلك سأتكلمتوا اليوم سأتكلمتوا 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 مثلا اليوم قمتوا دعا كنت موضوع مثلا كيكا كيكا يعني صوبت كيكا لأولئة نقدروا نفرقوا ثلاثة الحاجات مورني أفترنون أفترنون وأنا نعم صباح أفترنون أبخي 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 و أفترنون كل سأتكتبوا سأتكلموا صراحة دياريز وهذا شيء رائز جميل تقدروا تخرجوا لكي لا يبقى لكي ترتاحوا ومشيش لكي تتوقعوا اللي نريد نقولها لكم قبل أن ندزل الابترس خدوها وقرأوا على رأسكم كيف كتبتو لكي تحسن الابترس 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 نت نريد لكي تدعو لكي تدعو لكي تدعو لكي تدعو لكي تدعو شوفوا لا تتقلع لكي تدعو عن أكسنت لا تتقلع عن نري بشكل غالط لا 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 نحن هنا لكي تدعو ومشيش تدعو لكي تدعو لا تدعو لا تدعو لكي تدعو هذه الحاجات بحال مثلا هذه أو الفرنسي كيفاش تدعو بلانجلي أو سنقرأوها ومن بعد سنأخذو شيك المالي فيها مثلا مثلا هذه أوكي أوكي لكي تدعو كيفاش تدعو أوكي أو كيفاش تدعو هي إ تدعو إ لكي تدعو إ هي أ إ بغ هادو كامل نخليهم لكم هنا أو هنا وانتو مكسبوهم عندكم وبدو تنطقوهم وراكينين نحاول نجمع بزافة الويبسايت اللي بانو اللي يعني مفيدين ونخليه لكم في صندوق الوصفة دخلو تشاكيوهم وهي آر آر مثلا رابيت اللي هو أرنب ما عشان اللي جاني أرنب على مالي لكي تدعو لكي تدعو الحاجة الأخرى اللي نقول لكم اللي عندها علاقة هي هي أنكم تبقوا يعني مميكين تقليد يعني تقلدوا شيء واحد آخر يهدر بالانجلي لكي تكونوا تفرجوا في شيء يوتيوبر سيكون قاد شيء حاجة أولا شيء جملة ستعودوا ببوز وستعودوها ستحاولوا تقلدوا بنفس الطريقة لكي تعودوا لسانكم على النطق لانجلي ومع الوقت ستحسنوا هنا نجد لطقتي منتع سبورت أنا كنسميها سبورت هو اللي مثلا ندخل فيه تدعو صندخ تمشيوا تدعو سوايا يعني تدعو دروس وواحد المكان اللي كتمشيوا لي خاصة باش أنكم تعلمون اللي أنا صراحة عمرني ما درتني صندخني تشي حاجة تعلمتها يعني باي مايسلف وبشويات لها لكي تدعو سكول صافي لكي أعتقدروا أن الناس يقدروا يدعوها بوحدهم غير هو إذا كنتم مثلا ما قدرتوش أو لا عارفين رأسكم يعني كتعجزو وما يقدروش يدعو هاد الشي كامل أنهم يخصصوا وقت بوحدهم في الدر باش يقراوها بهاد الشي اللي كتلكم أنا منقدرو أننا نمشي و نديرو سوايا أول شي صندخ يعني لحقاش غادي نكونوا عارفين كمثلا نهار الحد مع تسعة صباحة صندخ خاصنا نمشي وخلصنا مايمكننش نضيعوا الفلس اللي خلصتاهم تستغلوا ذلك الوقت في العملية لكنك ماشي من الناس لدينا الصندخ تقدر تدخل دي سيت بحال ديولينغو صراحة زويت ذاك الوسيت وشتعلمشي لغة أنا كنت كنتم تدرت كنتم تدرت كنتم تدرت كنتم تدرت وصراحة القدرة كنتم تدرت كنتم تتعلم شوية يعني خاصك تكون مثابر ليس مثابر صراحة كنتم تدرينا كل نهار كانت هذه هي النقطة ديال أنكم تدروا سواء ديال بالصح أو سواء المهم فيها هو أنكم تخصوا واحد الوقت وماشي ضروري يعني لكنتم تديروها برافشي صندخ أنكم تدروا وما تديروها حاجة بالعكس خاصة يكون يعني ما بين هادي وما بين هادي أما لابقيت تدير غير مصد فخمسين في الميارة ما غدكش يعني فار تقدر تتعلم ولكن الريت متاع التعلم سيكون تقيل ولكن أنت تدير على بره وكتدير حتى في الضار فهذه ستكون حاجة جميلة حسنا الخطوة الأخرى اللي نبغي نقولها لكم بارتجانا بنيتو براكتس ما عاشي حد إلى كان ذاك الحد ما كاينش ما متوفرش من سوكي كاينين بلوزور أبليكاسان شحال هادي كنت كنخطم وحدة اسميتها هيلو تاك هدرت عليها بامال دو فوة هي واحدة الأبليكاسان اللي كنت دخلوها كتبقى تشاطي مع الناس وهي الأبليكاسان مديورة باش تتعلمشي لغة يعني كيكونوا فيها مثلا ناس اللي كيعرفوا هدروا الانجلي وباقين يتعلموا مثلا الارابيك أو الفرنش كنت دخلتك تدير ما هو اللغة اللي بغي تتعلمها الاخر والاخر كيدي اللغة اللي بغي يعلمها لك اللي بغي تكون الانجليش ثم كنت تتلقى نتوية والأبليكاسان فيها حتى هي بلوزور أكسي الحاجة يعني بغلطي في شي حاجة الآخر كي تكون عنده لا ما باش أنه يصحح لك غير ذاك الحاجة يقول لك اللارة هادي هكا كيفاش كنخدموها سوفوال لأنكم تخدموها في التعلم ما شوشي حاجة أخرى تقدرو كل نهار مثلا تقوا تختاروا سابجكت اللي تهدرو عليه سيخطو إلى تحتو في شي واحد اللي حتى هو بغي بالصح بالصح يتعلم فكتكون مفيدة لكم بزاف مثلا هاد النهار غري تهدرو على كالتر سوكل واحد فيكم غري يهدر على كالتر في البيديالو أشكفوا تبدو كتستوعب ودك شي وكتفهموا لأن انت غتكون بغي تقول كل واحد الحاجة ما عرفتيش ستدخل تقلب عليها ستقرأها ستعقل عليها و ستقولها لأنها جاية منك لأن انت بغيتها يعني ليس شي حد لفرضها عليك هذه هي ما بين فلاشك تقرأ بوحدك و يقريك شي حد سأكون سراشي بعد المرة تقول شي حاجة تقول ماذا يكونوا فهموني سوفوالا كانوا هدوهما خمسة منتع الحاجات اللي تقدرو ديروهم باش تزيد الطور من الإنجليش ديالكم أول حاجة تزيدوا في الفوكابيلاق ديالكم عن طريق اللعب التفراج لغاديو القرية كل شي ولكن سيغتوا سيغتوا كنشجعكم على أنكم تلعبوا شي حاجة بلونجلي حتى هكذا ستكونوا مركزين عليها مرحبا نسيت ما قلت لكم واحدة حاجات مهمة ما كنت بغى نقولهم هما بودكاست بودكاست هو حل حلقات صوت يعني كيكونوا دايزي بيزود ديال الناس كيكونوا بودكاست بحال تقريباً لغاديو كل بودكاست في كل حلقة يهضروا إلى شي موضوع لذلك أنا اللي كنسمع لهم باستفكين بريتي بايسيك ديال اليوتيوب أمريكانيات كي يعجبوني وكي قدروا يكونوا بودكاست في أي حاجة كتبغيوها سواء مثلا سبور سواء في الفيديو سواء حاجة اللي عندها علاقة بالحياة العادية استفدون منهم استفادة ثقافة عامة وكوتي كلمة جداد طريقة الهضراء التانية التانية حاجة يعني كتابة اليوميات والنوت التالت حاجة يعني يعني ستبقى أشكفوا تقولوا كلمات وتبرونسيوهم رابح حاجة كانت هي سواء سواء ديولينغو أو يعني ديساندخ أو خمس حاجة هي تدربوا مع شي حد فلما كانش عندكم شي حد في الريال لايف تقدرو تدربوا بحال HelloTalk جهال من المستقبل مهم هنا أريد أن نقول لكم حتى لما قلتوا معا من تهضروا في حياتكم لا أفضل الأممم لا أصدقت معكم أريد أن تكون أرجوك في التعليمات كالناس الذين يريدون أن تعلموا إنجلي يتلقوا بناتهم كل واحد يعطي لأخر الوصول ولكن أنتم يريدون ويجبون 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 أن تهضروا مع بعضياتكم يتلقوا بناتكم في واتساب أو في إستغرام أو في بيكاتون لتريحكم وبقوا تهضروا مع بعضياتكم هذا الشيء كنت تريدون أن تقول لكم نكملوا في بيديو النصيحة الأخيرة التي نريد أن أعطيكم هي أرجوك خصوا لتعلموا إنجلي أو تكونوا ثابتين معه يعني كل نهار عمروا ثلاث ساعة أو ثلاث ساعة أو ساعتين في الرقوة في الصباح في الليل اللي عندها علاقة جس إنجلي كما مثلا شي واحد كيبغي يبدأ في صباح أو شي كيبشي تسجيل في الأصل يعني واحد لدول والبرنامج اللي غادي تتبعو وما غا تخرجوش عليه خصكم تكونوا عارفين أن good things take time يعني الحاجة تسوينا كي تضيوا الوقت لذلك درور خصكم تكونوا صابورين be patient ما يسحبتلكم شأنكم راكم بوم طرع راسة في غاة القارط كنت تهدرون لا راح بشوية بشوية نهار على نهار أنا متأكدة أنكم غادي توصلوا اللي طب اللي ما بغين توصلوا لها جس كونوا فضوليين أنه أي كلمة سمعتوها جديدة عليكم بقوا تعقلوا عليها وكما كلكم تبعوا غير طريقة تعالى و it should be fun را ما شي خاصة تكون شي حاجة اللي stressful وخاصني متعلم لا بالعكس خاصة تكون شي حاجة ديال هكا I'm just learning أنا عايش الحياة وأميبطوها أنا كنتعلم ديروا مثلا اختارعوش dialogue كتبوه وصير عن شي صاحبك أو لا شي حاجة وهضر نتوية يعني فوالا ديروا شي حاجة اللي غا تكون فن يعني مسلية وانتم ما كنتعلمو را بزاف منكم كيتلبوني دائما باش ندير فيديوهات غير بلانجلي ولكن كانين عودتاني النس اللي كي قولوا لي انه بقى يزعمل في هادش اللي كديني دابع أنا قلت علش الله ما بغيتش نبقى ندليكم يعني دروس هكا نبقى نكتب درس كده وكده يعني ما كنشوف هاش هذه الطريقة الوحيدة باش تعلموا لانجلي دونك قلت علش الله ما بقاش ندليكم فيديوهات عندهم مثلا مهم هكا يا الفكرة بدأت عندي انتم انا عندكم شي تحسين عليها بليز 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 قلوه لي في كومنتر باش نشوف واش نديرو هاد القضية هاده وهاكا يكونوا فيديوهات خاصة غير بلانجلي ويكونوا امامتان مسليين امامتان ما كتحسوش بهم كدرس هادش زائد انه هون بقى نكتر ليكم اللي بلانجلي بلانجلي اجدرت فيديوهات اللي تشافوا بزاف 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 وكان عليهم اقبال بطب وغليدي اللو ولا بغيتكم بليز بليز قلوه ليهم من قدروا نديرو تحنا شي قضية هكا بحل شي سببورا نوتس ولا في الاخر فاش نسالي وقاعها الشي اللي باونك ندر معهم ما يجيوني افكار فاش نسالي ومثلا من ذا كلوتين وندخلوه ونكتشفوا بزافة الحاجات اللي فيه وبزافة الإكسبرشن سنتنسز وورد وورد والاخر ونديرو بحل مثلا نوتس أو كيوورد شلو تعلمنا بالضبط وهكا ومقناعتكم مثلا دي دي فواغ اللي تقود جاوبوني عديم في الكومنتر موهم لكن عندكم شي تطوير بليز تيلمي but that was the video من ذا عهد النهار thank you so so much for watching كانت مني يكون عجبكم أنا بعدها I had so much fun filming ومن هنا الفيديو الشاي ما تنسوش جاوبوني على الاكاستان جاوبوني مش عجبتكم اللي دي شنو التطوير اللي تقدروا تديروا فيها وفعل thank you so much have a beautiful day او لا نايت إلا كنتوك تشوفوا لها في دايو في الليل وسلام عليكم